لا تزال ممارسات العدو الإسرائيلي المستفزة على الحدود الجنوبية متواصلة فقد مشتت دورية إسرائيلية الطريق العسكرية ما بين بوابة فاطمة والبليني مرورا بالجهة الغربية لمستعمرات المطل وشهد عناصر الدورية بمحاذاة السياج الحدودي عند نقطة جسر لإخرار شرق المطل حيث تفقدت أجهزة المراقبة ومجرى المياه الشتوي هناك وشهدت دورية أخرى للاحتلال تتجول على الطرقات الترابية بين بستين الطفاح المحيطة بالنطل مقابل بوابة فاطمة في المقابل جالت دورية مشتركة للجيش اللبناني مع اليونيفل نقاطا حدودية عدة إلى ذلك أطلق جيش الاحتلال منطاضا مجهزا بكاميرات مراقبة في أجواء بلدة العباسية كما قام برفع كاميرا كبيرة وأجهزة بمحاذاة الجدار الإسمنتي مقابل الطريق الداخلية التي تربط بوابة فاطمة بسهل الخيام قضاء مرجعيون تزامنا سجل تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار في أجواء قرى العرقوب وحصبية وصولا حتى مرتفعة جبل الشيخ ترجمة نانسي قنقر